كيف يتم تحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار؟ تمام، هو بداية طبعاً تحديد سعر صرف الجنيه قدام الدولار فنياً من خلال آليات العرض والطلب يعني كلما زاد الطلب على الدولار، كلما ارتفع الدولار أمام الجنيه وطبعاً زيادة الطلب على الدولار بتكون نتجة عن أنه مثلاً السوق بتاعنا حجم وارداته مرتفع جداً يعني حجم إنفاقه أو مصرفاتنا بالعملات الصعبة أو بالدولار كبير بمعنى الاستيراد أكتر من التصدير طبعاً وهذا اللي موجود حالياً يعني احنا ما زلنا عندنا عجز في الميزان التجاري وإن كان فيه بعض التحسن في الفترة الأخيرة هو ده اللي منعكس على سعر الجنيه قدام الدولار في الأيام الماضية فمسألة العرض والطلب هو ده الأساس وعلشان كده قرر البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف تحرير سعر الصرف معناه إنه مفيش جهة إدارية بتشارك في إنها تحدد سعر العملة تقويم العملة أو تقويم الجنيه شمع بتسيب المسألة بحرية خالص يعني على حسب الطلب بيتم تحديد السعر ترجمة نانسي قنقر